من الأحزاب هاشتاغ أنا من سيتش يغضب السفير الفرنسي وهو ما نقلته صحيفة الحوار في عددها لنهار اليوم وقالت حسب مصادر لها فإن الهاشتاغ أثار انتباها وقلق السفارة الفرنسية بالجزائر التي تسعى للتحقيق من وراء هذه الحملة التي تزامنت مع كون فرنسا ضيفا شرفيا على الصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين هذا بالنسبة للحوار وهذا الهاشتاغ أنا من سيتش نبقى مع الصحافة الوطنية ويومية الوطن التي تطرقت إلى عسرنة الإدارة في الجزائر الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية وتهدف إلى القضاء على البيروقراطية حيث بعد جواز الصفر البيومتري الذي أصبح ممكن تحصل عليه في بعض بلديات العاصمة انطلقت يوم أمس من بلدية الرغاية عملية تسليم البطاقة الرمادية في خطوة جديدة أعلى أن تعمم على مستوى البلديات الأخرى لبغتيم جهتها تطرقت إلى قانون مالية 2016 وإمكانية زيادة تسعيرة الكهرباء اليومية نقلت أن أغلبية النواب تحت قبة الغرفة السفلة في البرلمان ضد هذه الخطوة ورجحت صحيفة ونقلت ورجحت أيضا صحيفة أن وزير المالية سيطالب من البرلمانيين بهجاد مصدر آخر عدد زيادة تسعير الكهرباء كدخل للخزينة العمومية قبل أن نختم الأخبار المنقولة في الصحف الوطنية نعود إلى شروق والموضوع التي نقلت هو شروق القمل أو القمل يغزو المدارس ودور الحضانة في ميلا ونقلت أن الحشر انتشرت بشكل رهيب عبر تراب الولاية وخاصة المداشر والقرى النائية الجبالية يعني هذا بالنسبة للشروق نختم بالثقافة وموضوع علاقة بالسالون دولي الكتاب وكتبت البلاد أن فضيحة طالت الصالون الدولي للكتاب بعد أن وجدت ووجدت كتب تعنى بالثقافة الجنسية وأخرى تحت عنوان كيف تدلل زوجتك في جناح الأطفال وذلك من طرف دور نشارة عربية وجزائرية ما أثار انزعاج العديد من الأولياء المتواجدين في الصالون نبقى أيضا مع جو المعرض وهذه الصورة التي نقلتها لباختياري سوريماج ويوم أول نوفمبر فاتح من نوفمبر الذي شهد إقبالا قياسيا وكبيرا من الزوار نظرا ليوم أنه عطلة فكانت الإقبال والناس جاءوا من مختلف الولايات للصالون نقلته الصورة التي نقلتها لباختياري سوريم كان في حديث يوم أمس كذلك عن الأسعار الكتب في الصالون الدولي للكتاب وليقال المواطنين أنه ربما جاءت مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية لكن تبقى الأسعار حسب ذلك نشوفه الشروق الكاريكاتور الأسعار كانت منخفضة مقارنة مع أسعار الخضر والفواكه إذا ممكن نشوفه الكاريكاتور بالنسبة للشروق اليومي التي كانت تقول أنه أسعار الكتب منخفضة فروح جيبنا شوية باتاتا في الفوار لأنه يبيعوا خيس يعني ربما يخريب المواطن الجزائري يثقف نفسه ويشبع نفسه ثقافة لكن يبقى كذلك الغداء ضرورة لابد منها ولازم ينخفضه شيء في أسعار الخضر إذا نبقى مع الكاريكاتور آخر من الشروق اليومي والتي عادت إلى مما نقلناه يوم أمس والتقارير الأسود الذي نشره بنك الدولي حول مستقبل اقتصادي للجزائر 19 أيضا شهرا أمام الجزائر قبل أن تبدأ انخفاضات وأزمات تشهدها هذا الاقتصاد وعادت إلى 61 سنة ثورة والوجود من 61 طلباته إلى 19 يعني يجب على الجزائريين ينتهزوا الفرصة قبل نفاذ احتياط الصرف 19 شهر أكيد راح تمرد راح الأخيرة للبحبوحة إنصح التعبير إذن في الكاريكاتور الوطني قبل آخر كاريكاتور أبقى كاريكاتورين من هنا صحفة من الوطن وهالوين في الجزائر وهالوين من نوع خاص وهالوين اقتصادي هذا المرضى خوف واقعي على عكس الحالوين في الدول الغربية الذي هو وهمي في الجزائر هو خوف واقعي نظرا للأزمة التي ستواجهها الجزائر ونختم بالكاريكاتور من ليبغتي ولديلام أساسينا دعبا رمضان أفلان إيار أفلان أجورو لا تعليق نترك المشاهد يعلق على هذا الأمر ونعود بعد قليل والصحافة الدولية المحررين الصحفيين اثنين وتصادر مجلة بعد الانتخابات هو ما نطالعه اليوم في القدس العربي التي نقلت أن مجلة نكتة التركية مجلة نكتة التركية اعتقل اثنين من كبار محررينها وذلك الانتقادهما للحكومة التركية واعتقل وتمت مصادرة عددها الأخير بعد يوم من فرز أو فوز حزب العدلة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية حيث كان عدد المجلة الذي تمت مصادرته يحمي العنوان الاثنين ثنين نوفمبر بداية الحرب الأهلية التركية وتظهر أسفله صورة لرئيس رجب طيب أردوغان مؤسس حزب العدلة والتنمية وتعرضت المجلة مجلة نكتة وهي مجلة أسبوعية توزع أكثر من عشرة ألاف نسخة لمداهمة الشرطة بعد أن نشرت صور لأردوغان تمت معالجتها بحيث يظهر كما لو كان يضحك ويلتقى الصورة لسيلفي أمام نحش يحتوي على رفات جندي تركي قتيل هذا كان في شهر سبتمبر يعني إعادة نفس الكرة ومعتبره العديد من المراقبين انتهاك لحريط التعبير في تركيا صحيح خاصة أنه في فوز حزب العدلة وتنمية فوز كاسح في الانتخابات البرلمانية التي جرت قال فيها رجب طيب أردوغان رئيس تركيا أنه انتصار لديمقراطية هذا ربما هذا الحدث سيعكس تماما أو يناقل تماما أقواله حول ديمقراطية اسكت كل من يعارضه في تركيا إلى شأن آخر الآن سوستانو من صحيفة الحياة لندنية قرن لنظرية أينشتاين عن النسبية العامة حيث يتزامن خريف العام 2015 مع ذكرى ذكرى حدوث إنجاز تاريخي في الفيزياء المعاصرة فقبل مئة عام بتقريب في نوفمبر 1915 كتب عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين معادلته الشهيرة في النسبية العامة وخلال مئة عام باتت النسبية العامة نظرية علمية كلاسيكية تملأ الكتب إلا أن فكرتها المركزية القائلة بأن الزمن والفضاء متداخلان ويتأثران بوجود المادة تبقى فتية لا تزال صعبة إلى حد الآن سعبة الهضم ويصعب قبولها واختبارها نختم جولة عبر الصحافة بهذا الخبر من سكوتلندا التي تشهد تحول شجرة عمرها 5000 سنة تحولها من جنس الذكر إلى جنس الأنثى ويشهد البلد تحول أقدم شجرة في تاريخ البلاد بعد أن كانت تقدم غبارة طالع ويرجح أسباب ذلك حسب أراء الخبراء إلى تحولات ألبيئية وظاهرة الاحتباس الحراري إذن كان لآخر الخبر من الصحافة الدولية نلتقي بعد قليل وبقية